ما حكم الربح إذا كان ضعف ثماني الشراء؟ الأصل الشرعي أنه لا يوجد حد لنسبة الربح في التجارة، بل يخضع كل عقد لتراضي الطرفين، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم دلت الآية هذه على أن التجارة المشروعة قائمة على التراضي بين طرفي العقد، فما دام سعر السلعة واضحا من البداية فيكون العقد صحيحا، ويقع على المشتري مسؤولية التثبت والسؤال قبل الاتفاق مع البائع على الشراء وثبت عن عروة البارق رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذينارا يشتري له به شاتا فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بذينار وجاءه بذينار وشات، فدعا له بالبركة في بيعه، أخرجه البخاري والحديث يدل على أن عروة البارق اشترى الشات بذينار وباعها بذينارين، وهذا يعني أن نسبة الربح كانت مئة بالمئة وثبت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان قد اشترى غابة بمئة ألف وسبعين، فباعها ابنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بعد وفاته بمليون وستمائة ألف في قصة طويلة أخرجها البخاري فدلت على مشروعية الربح بأضعاف رأس المال ويتنبه إلى أنه لا يحل للتاجر أن يكذب أو يدلس في البيع، ولا يطيب له الربح بذلك فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وبناء على ذلك فليس هناك حد لنسبة الربح في التجارة ما دم العقد قائما على التراضي بين الطرفين واجتنب البائع الكذب أو التدليس ويستحب للبائع أن يخفف في مقدار ما يأخذه من ربح من عموم الناس فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري